شكرا سيدتي الرئيسة أبدأ بالإعراب عن امتناني للأمين العام على ضمامه لنا اليوم وإطلاعنا على تقييمه للحالة كما نرحب أيضا بممثلي إسرائيل وإيران وسوريا في هذه الجلسة نبدأ بالإعراب عن عميق قلاقنا إذا التطورات الأخيرة لشهدتها منطقة الشرق الأوسط نحن ندد بشدة العبارات الهجمات وسعة النطاق التي سهدفت إسرائيل من طرف جمهورية إيران الإسلامية بالأمس ونحن نندد بهذا التصعيد الخطير كما فعلنا عندما هجمت القنصلية الإيرانية في الأسبوع الماضي وإن تسلسل هذه الأحداث يهدد بتصعيد العنف وتصعيد النزاع إلى نطاق لا يمكن التنبؤ به وعلى كافة الأطراف أن تقدر خطورة الوضع وأن تتوقف فورا عن الأعمال القتالية ندعو كافة الدول للاحترام القانون الدولي وأن تعمل بموجب أحكامه ونؤكد مرة أخرى بأن المعيير ذات تنطلع على كل الدول الأعضاء وأننا جميعا واجب علينا صون مثاقي الأمم المتحدة أولا نؤكد على قلقنا إزاء التصعيد الإقليمي ومخاطر تسببه في توسيع نطاق النزاع نشارك مع الأمم العام في قلقه إزاء خطر قائم بحدوث تصعيد يعم على المنطقة ونحن نقترب أكثر وأكثر من شفا الهوية وأي فعل له أن يعيدنا أو يدفعنا إلى نقطة اللعودة وأن الوضع القائم مفزع ومخلق ومشتعل أخيرا سلوفينيا أو ثانيا عفوا سلوفينيا طالبت ومنعنا تكرارا بعدم التصعيد وضبط النفس ونكرر ندائنا الموجه لكل الأطراف في المنطقة بأن تتحلى بأكثر درجات ضبط النفس ونعود الأطراف القادرة على التأثير على دول المنطقة والأطراف من غير الدول بأن تستخدم ذلك الثقل وحتى تمنع حدوث الأسوأ ونحث الجميع على تغليب كافة الحوار والديبلوماسية والابتعاد عن أي تصعيد ونحن نرحب باجتماع اليوم كخطوة تجاه هذه الجهود للعودة عن التصعيد والتوجه إلى تسوية سلمية للخلاف ثالثا لقد شاهدنا أثرا هائلا عاد به الوضع المدمر في غزة وهذا الأثر قد شعرته المنطقة بما في ذلك في مناطق الخط الأزرق والبحر الأحمر ومناطق أخرى بما في ذلك أخر حادثة وقعت في دمشق وبسؤلتنا جميعا تأتي عبر اتخاذ العمل الفوري وأن اعتماد القرى 17-28 جاء كخطوة مهمة لمواجهة هذه الأزمة ولكن فشلنا في ضمان تنفيذها الكامل يشكل انتكاسة خطيرة سلوفينيا ترى بأن وقف اطلاق نار في غزة سوف يوفر السبيل المناسب والوحيد لتخفيف حدث التوترات في المنطقة وفي كل فترة نؤجل فيها وقف اطلاق نار هذا كلما زادت مخاطر اندلاع نزاع أوسع السيدة الرئيس في هذا الزمن العصيب فإن أي مواجهة عسكرية كبرى في الشرق الأوسط ستؤدي إلى أثار مدمرة للمنطقة والعالم وإن علينا أن نضع مصطحة شعوب المنطقة والسلام والأمن الدوليين في الصدارة ونحن نطالب كل الأطراف بالتحريب بالضبط النفس والعادة للدبلوماسية ونحن كعضو في مجلس الأمن مفتعدون للخلاط بالكامل لتوفير رد شامل على الأزمة في المنطقة